على صعيد آخر أقامت الهيئة العامة لكشافة ومرشدات مطرنية اللاتين مخيماً تدريبياً لمجموعة كشافة ومرشدات الصلط بمشاركة عشرين قائداً من المجموعة وذلك ضمن خطة الهيئة العامة لفتح مجموعات كشفية جديدة داخل رعاية الأبرشية في المملكة اجتمل المخيم على مجموعة من المحاضرات والجلسات التدريبية وورشات عمل تهدف إلى تمكين المجموعة لمزاولة نشاطها الكشفين